وفي جلسة 29 سبتمبر اتكلم حضرة المحترم الأستاذ تخلوا بالكم الاسم ده مصطفى أمين يوسف مين مصطفى أمين يوسف؟ اللي هو نفسه مصطفى أمين الصحفي الكبير اللي أسس هو واخوه التوأم علي أمين دار أخبار اليوم الصحفية وخالهم الزعيم سعد زغلول ومصطفى أمين كان عضو مجلس إدارة الأهل في الوقت ده المهم مصطفى أمين قال إيه؟ قال إن معالي وزير الشؤون الاجتماعية اعتمد فتح اعتماد بمبلغ 3000 جنيه للصرف منها على بناء الحمام المطلوب ولما قام حضرته المهندسين أحمد إبراهيم كامل وإسماعيل نظيف بعمل الرسم والمقياسة الابتدائية له اتضح أن الحمام يتكلف 7000 جنيه فأبضيت جملة اقتراحات للحصول على باقي التكاليف فذهب حضرته اللي هو مصطفى أمين ومعه حضرة المحترم الأستاذ فكري أبازة والأستاذ إسماعيل نظيف والأستاذ أحمد إبراهيم كامل إلى حضرة صاحب السعادة أحمد عبود باشا الذي أظهر استعدادا لسداد باقي جميع التكاليف لإنشاء الحمام أحمد عبود باشا كان واحد من أكبر رجال الأعمال في الوقت ده وكان من كبار أعضاء النادي الأهلي وكانت مساهماته المالية في النادي الأهلي عظيمة جدا للدرجة اللي أعضاء الأهلي طلبوا بعد كده أنه رشح نفسه رئيس للأهلي وبعد سنوات من تبرعه لإنشاء حمام السباحة أصبح أحمد عبود باشا رئيس للأهلي في فترة من أزهل فترات في تاريخ النادي الأهلي وده هنتكلم عنه في حينه المهم في نفس جلسة 29 سبتمبر تم عرض مذكرة قدمها الاستشاريين للمشروع وكانوا تنين مهندسين من أعضاء النادي وهم إبراهيم أحمد كامل وإسماعيل نظيف عرضوا فيها التصميم الابتدائي لحمام السباحة ومكانه المقترح وأكدوا أن في اجتماعهم السابق مع أحمد عبود باشا قرر أنه هيزود النادي بالحديد والأسمنت بأسعار مخفضة وكده هيكلف النادي 6000 جنيه بس يعني كده تكاليف إنشاء حمام السباحة اتغطت تماماً وبعد عرض الموقف بالكامل على مجلس الإدارة قرر المجلس الموافقة على عرض وزارة الشؤون الاجتماعية وأرسل خطاب قال في إيه؟ بناء على رغبة الوزارة في اختيار النادي الأهلي لإنشاء حمام للسباحة في أرضه باعتبار أنه أوسع النوادي مساحة وأقربها للمدينة وأنه يضم أكبر عدد من الأعضاء من مختلف الفرق المدرسية وغيرها في المباريات العامة الموضوعة على خطته القومية في فتح أبوابه لطلبة المدارس والنشئ الحديث الذي يدرب بأسلوب وبالنظام خاص على ممارسة مختلف دروب التربية وبما أن ما عليكم بناء على الأسباب قد طلبتم إلى النادي أن يقبل إنشاء حمام السباحة في أرضه بشرط أن يخصص أربعة أيام كل أسبوع لجمهير الشعب حسب النظام الذي تضعه الوزارة مع إدارة النادي فأتشرف بإبلاغ معاليكم أن مجلس إدارة النادي تشجيعاً لهذا النوع المحبوب من الرياضة قد قبل هذه الأسس مع تقديره العظيم لعطف معاليكم على الرياضة البدنية النادي الأهلي اتأسس من أجل ممارسة الطلبة للرياضة وأصبح نادي الشعب فكم من الطبيعي أنه يوافق على طلب بزارة الشؤون الاجتماعية بتخصيص أربع أيام في الأسبوع لجمهير الشعب تمارس فيها السباحة رغم أن مشاركتها في مشروع بناء حمام السباحة أقل من نص التكلفة لكن الهدف في النهاية واحد خدمة المصريين والأهلي نادي تأسس عشان يكون نادي المصريين شكرا